اهلا بكم في البودكاست بديل من اسرار السفر الاقتصادي مع الشامع النهاردة معايا نظيفة مميزة جدا يعني بتسافر في كل حتة وانا تعرفت عليها اصلا اماني البنت التونسية الجدعة لقرارة تسافر من سن صغير بعد التخارج من اجل فرصة عمل بس ده موقفهاش ان هي تسافر وتلف اماكن تانية حولها اماني قرارة تسافر وتطلع برا الكمفورتزون بتاعها من سن صغير من ساعة ما تخرجت عن فرصة عمل برا بلدها يلا بينا نتعرف على قصة اماني في السفر وايه هي قصة اماني في السفر وتحقيقها لشخصيتها والزفر خلينا نرجع للكالتين عن السفر سريب السفر الاخرى اللي انت حابت جربيها انت عمرك ما جربت ان انت تسافر باسلوب تبادل السفر او عمل تطوعي او مشاركة او جربت التجربة دي اقلي كده حابت جربيها او مع الفكرة صح هذه من الاشياء صراحة اللي اجربها جدا لانه رسلت اللي صرت اسمع عنها مو كثير وشايمان انت من اكثر الناس اللي كمان زيتي عرفتيني على هذا الموضوع مشان ازيد كده ادور عليه ديبني صراحة فتانكيو اه والله صراحة ايو لما صرت اشوف فيديوز لكل شي صرت اشوفهم وحاول انه انا اكتشف اكثر باوت انه نعمل السفر بتبادل خدمات بالعكس او عمل تطوعي الفكرة ان الناس بفكرة انه لو انا مثلا في في انواع كتير من السفر انا لو معي فلوسه مرتاحة وماديا وتمام وانا ده انا ده السايل اللي انا بحب اللي اروح اتافر اعط في منتجع بلد غلي اتس اوكي بس لو انا منزانيتي محدودة حابب برضو اسافر واستكشف اماكن تانية اقدر برضو اسافر بمنزانية محدودة وده اللي انا بعلمه ان تقدروا تسافه وتتعلمه يعني معكوش فلوس وتتعلمه خبرة او تالنت او تعيشه تجربة او ادفنشر يعني الموضوع ليه جوانب كتير جدا وانتي كمان اماني بتحب ان انتي تستكشفي فالفكرة هي السفر مش بس هو فيه جزء ترفيه كبير جدا بس تقدروا تعملوا يعني معي ان انتو تكتسبوا خبرة او تالنت وده نكتسبها في الاعمال التطوعية شوفي في جانب من الاعمال التطوعية انه هي من اكثر الافياء اصلا اللي تعطيكي تعطيكي خلينا نقول ايوه سعادة وكده غذاء روح في مرة حلوة يعني الانسان دايما وان هي دو سامسينج بود يحس بسعادة من اكثر الاشياء اللي تعطينا شوية هرمونات سعادة هي الاعمال تعرفت على الناس وتكتسبي من الناس دي خبرة يعني انا في السفر بتعرفت على الناس بعد تكلم معي يعني يجبولي افكار عمرانا كنت هتيجي في بالي لو انا لست قاعدة في مكاني بنفس الوظيفة بنفس انا يعني ودايما بشجع البنات اطلعوا بره دائرة الراحة ما تخافوش هتلاقوا مليون فرصة يعني والرزق يجيلي يعني الرزق هيجيلي في اي مكان انت هتسفر له فانتي مع الفكرة انتي حبت جراري التجربة عشت اي حاجة شباحة قريبة اه لا صراحة لا السفر كمان ممكن يكون من اجل التعليم انت سفرتي اول سفرية عشان تشتغلي سفرتي مرة عشان تتعليم الكورس معاني انت عندك شهر تحتنا اجازة واستغلتي في الشهر ده ان انت تروح يتسجلي في كورس عشان تترقف شغلك او يحكيلي شوية عن الموضوع ده اه لا صراحة يعني حتى تخيلي انه انا لما قررت انه انا اروح اعمل كورس ادخل على اجازتي انه انا اروح عند اهلي ولا ارجع بلدي اروح ااخذ كورس ما كان لا لترقية ولا كان انه حيضيف لي شيء في شغلي على قد ما كان حيضيف لي لنفسي فقط يعني انا كنت افغريد لشيء ثاني بعيد شوية على الفيتنس فيلد وبعيد شوية على انه انا اكون يوغا استركتور او شيء زي كده واخذت الكورس وما يعني اخذته فعليا لنفسي فقط لانه انا كنت احب هذا الشيء فما حيمنع اذا انا اشتغل في شيء ثاني انه انا اروح اطور من نفسي في شيء انا احبه حتى لو ما حيجب لي ايمة في المادي ولا ما حيجب اشتغلي يعشان ممكن احنا مقدمنا كيش كويس انا لسه صادقة فخلينا يعني هو الخططي بالمبارسة جماعة في الظنونا طبعا سفرتي السعودية سفرتي عشان تشتغلي اشتغلتي اوكي انا لما سفرت اول شيء لسعودية سفرت از ترينر از الجيمناستيك ترينر بعدين صرت فتنس ترينر دخلت شوية لمجال الفتنس بعدين بي تي ترينر بعدين في الشركة اللي انا فيها شوية شوية اي جيت اترقى بديت اترقى كده شوية احبه احبه خطوة خطوة فتنس مناجر ثان اريا فتنس مناجر بعدين اريا اوبريشن اوكي اريا بيزنس مناجر بس بايزك لي بشتغل اوبريشن اوكي فلما سفرت انا على بالي وكنت باخد كورس يوغا انا كنت اوبريشن مناجر اوه اوه اوبريشن مناجر ما حستعمل اليوغاف ولا شيء يعني اوه اوه انا بالضبط انا بالكورس يوغا نفسي يعني ما خطوة بعد كده بدأت اشتغل به وانا بسافل وممكن اطلع من النفوس ودي حاجة لانا دورت بشجع الشباب ان هما دايما يشتغلوا على مهاراتهم يشتغلوا ان هما يتعلموا حاجات جديدة لازم يكون عندك ثلاث حاجات شهادة يعني شهادة وحرفة وهواية عشان لو ما عرفتش تشتغل بشهادتك تقدر تشتغل بهوايتك لو ما تشتغلتش بهوايتك وشهادتك تقدر تشتغل بالحرفة حرفة اعمالتها طواعية انت تكتسب خبرات ومهارات ممكن بعد كده يعني يطلع لك منها فلوس انا انا ما رفت بالي عشان اتعلم كورس اليوغا انا كنت عشان انا بحب الفيتنس انا بحبك الفاتوة وبقى جسمي مزبوط بعد كده بدأت اعلم يوغا فبقى مصدر دخلي لي وانا بسافر من دكتورة بايتورية دلوقتي ان انا full time traveler وبشتغل فقط انه انت فعليا جاية من مجال ثاني تماما انا انا جاية من مجال الرياضي بحث يعني حتى انا اقدر اقولك انه الان شغلي الان هو الطلوع من ال comfort zone as an operation manager بس انه انا مثلا اروح ااخد يوغا او انه انا اعمل اي شيء في الفيتنس هو ال comfort zone هو الشيء اللي انا جدا بطقنه فبالعكس يعني هذا الشيء اللي انا اكسال لديك عشان حاجة انت تتعلميه للنفس بالضبط ولو تذكري شيء ما كان كثير ناس معانا في الكورس فعليا ما هو شغلهم يعني جاءوا منشان their soul and their self فبالعكس يعني كان شيء انا لما جيت للكورس هذا اكثر شيء تعلمته اكثر درس تعلمته انه وقتها ندمت على كل سنة عدت ورا وما استثمرت فيها في نفسي في شيء والله انه هذا كان يعني كان درس كان درس جدا 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 كبير اذكر الفقرة اللي لو تذكريها شيء لما كان كل احد بيعبر على نفسه وايش بيعمل في الحياة وكل شيء انا كنت كبير انه كل الناس شوفهم كنا جنسيات مختلفة من جميع انحاء العالم جدا من جميع انحاء العالم يعني افريكا افريكيا والناس اللي سايبة اولادها وجاية يعني فعليا كانت كمية هما كانوا بيحكوا الامور هذي ببساطة مرة عالية وانا كنت بقول بيني وبين نفسي يعني قديش هما قويين اه فعليا كنت جدا مبهورة وعلموني الدرس جدا 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 كبير للامانة انه ما في ما في ايش الكوندوشن اللي انت عايشتيها ما في ولا شيء يمكن يوضع فيك انك انت تتعلمي شيء او انك انت تقدمي من شان تتعلم فيها شيء جديد او حتى شيء انت تحبيه اذا تحس بميول مرة صغير ما توجه في قدام هذا الشيء يعني جوها هاد وتعلم بيه واخديها على بيه الصح وده درس من دروس السفر اللي احنا بنقابل ناس الجمسيات متختلفة بنتعلم بنعمل شيرين صح 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 فانا باخد فكرة من هنا على فكرة طبعا احنا بنعمل لأي فكرة على حسب تقاليتنا او برضو مش بنتبع كل العادات والتقاليل لان انا من الاشخاص اللي بشوفي اللي بينسدني وينازد تفكيري وعقلي وبتبعه يولا جابت هتعمليلها على حسب انتي على حسب الناس وعلى حسب الناس بناخد كثير وبنشوف كثير انواع وانماط حياة بيعيشوها الناس وبعدين افنا عاد نضبط زي ما نبغى ناخد اللي اللي ينفعنا اللي ما احتاج التالي ان انتي لسه بتشارع على نفسك طبعا 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 رحلة التعليم يعني ما لها نهاية ما لها نهاية ما لها نهاية انتي انتي كنت معايا يعني في الكورس الحمدلله انا من الناس اللي يعتبروا مستويه كويس وكل شي بس لا انا بالنسبالي لسه لسه التعلم على جدام كثير لسه يعني في كلي انا اكتلم شوية عن اللغة لان انا دابعا بشجع الشباب اللي هما يتعلموا لغة يعني مش لازم ان هما يدخل بشكل عميق بس واحدة واحدة كده انتي اللغة بالنسبالك لها دور اساسي مهمة في حياتك بشكل ما تستخدم بكتل لغة طبعا لازم لازم نحكيلك على اقوى الطرف في حياتي اللغة واللهجة واللهجة طبعا انا تونسية انا تونسية طبعا انا تونسية وامسو براود يعني ونحب لهجتي جدا 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 بس انا في مكان لهجتي عملتلي عملتلي مشاكل مش مشاكل بس فعليا كثير صعب انه انه تنفهم على طونس انا في تونس بنتلم تونسي لهجة تونسية وفرنسي 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 اول ما طلعت على السعودية كنت بمرن اطفال مش حتى كبار وكنت بمرن اطفال جيمناستيك فكان هذا كمان تونسي جدا كبير كل التكنيك وكل تونسي عارفهم بالفرنسي ما عارفهم بالانجلش ومش كويسة في الانجلش الامانة كنت اكثر من اسبوع بلف بس بالنوتبوك وبترجم الكلمات وباخذ الترجمة والكلمات من الاطفال لان اتعلمت الانجلش من الاطفال اللي بدربهم فكان تشالنج انه هما يعلموني انجلش وانا علمهم فرنسي هذه اول مرة كيف تعلمت بسراحة بعدين شوية شوية بديت انطور نفسي طبعا اوكي شايفة نفسك ازاي في المستقبل وكم بلد نوية زورين كثير البلد جريب ان شاء الله حط كده خريطة قدامي وابدأ ايفل اخذها امتي وابدأ ايفل الاماكن اللي بروحها فعليا كثير 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 انه اروح واسافر واعرف اماكن ان شاء الله خلال السنة هذي ستل كده في اروح على بلدين وابدأ بره بره بلد بره اللي يتعادل ايوه فا ان شاء الله كل سنة هاتا بلان تبع انه كل سنة اروح سنة اماكن جديدة ايه انتي ما تكوني سمعتيني انتي سنة بتروح تزوري اهلك وسنة بتروحي بلد جديدة فالسنة دي سنة ان한테 تزوري بلد جديدة انتي من خطتك اروح هازوروا الاهلي وبلد جديدة ل sting ش спасибо سأتشاري 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 السفر كان ليه ضفة نجاحك غير من أسلوبة التفكير غير من شخصيتك طبعا 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 السفر شوفي لما تكوني إنسانك بتسافري كثير وبتاخد كثير خبرات حتى لما you make people in the same place بتكون عندك دائما أشياء تتكلمي فيها مش لأنك تبي توري نفسك أنك تسافري على قد ما أنت تبي توري أو تحبي توصلي اختلاف الحضارات اللي أنت قابلتيها فعليا مش سمعتي عنها في فرق ما بين إحنا مثلا دائما نسمع أنه في بلد فلاء البلد هذي معروف عليها كذا وكذا وكذا تماما غير تماما لما أنت تروحيها فعليا بالضبط فرق جدا كبير ما بين إنك تسمعي إنك تعيشي لأن الناس مختلفة أنا حاليا في موطة اسمها بها كاليفورنيا في المكسيكو دائما الناس عندهم رعب عن المكسيك فلما بكتب بوست أو حاجة عن المكسيك يقول يقول لي مش عارفة إيه وإيه 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 أنت عارفة الكلام اللي مش عايدين نذكرة عشان إيه ما يحصل ليش بلوك على اليوتيوب فبقولهم عايزة أقول لك حاجة برضو يعني للأسف يعني كل واحد بيسمع بس لما بيجي يعيش غير اللي أنت سماعته تماما غير يعني الأفكار اللي جاية من فيلم من فيلم غير الأفكار اللي جاية من تجربتك في التجربة يعني يعني بالضبط ليش لأنه أصلا الناس تختلف الأدابتيشن تابعك أنت غير الشخص الثاني تمام الأشياء اللي أنت ممكن تتعايش معها عادي غيرك ما يقدر والعكس وبالعكس فنفر جادج يعني أي إكسبرينس باي هيرينك ولا بقاش اسمعته أبدا 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 أوكي أخر حاجة تنصحي أصدقائنا اللي بيشوفونا وبيتابعونا بإيه صفر عم ولخصصك في الحياة أنت تعتقد أن عمرك أو حياتك بدأت صحة بدأت أني أنت تسفي سيبت البيت وبدأت تسفي تكتشفي نفسك ولا من قبلك لو نصحتك لهم إيه أول فرصة تجيك منشان تسافر وتعرف مكان جديد وتعيش إكسبرين جديدة لا تسكيبت على طول ما تترغب حتى تسهل كل ما أنت شخص بتسهل الحياة وبتبسطها هتجي بطبيعتها فعليا لا يوجد أحد في الشارع لا يوجد أحد لا يوجد أحد وحتى لو صارت تحدي بطبيعتها فبالعكس والله من أكثر من أكثر الأشياء والدروس اللي جدا جدا جميلة في الحياة هي السفر دائما تجينا تحديات تجينا أنه أنا ما عندي فلوس أو كذا ما تفكروا في الأشياء أو تحديات اللي ممكن تطعيق ستابلي أنت ممكن تعمليها على قد ما تفكري الأشياء اللي ممكن تسهلك كيف عادي اللي انت مش متخيلة ليه الفرص الجميلة اللي هتفصل لك وانت أساسا عملي ما خيلتك هتوصل لها بس إنما بتجربي التجربة بتجيلك فرص وماي جاد يعني أنا لو ما كنتش خط الخطوة دي وطلعت برا الزوم دي أنا تلاقي الفرص دي صح أنا الآن عايشة مثلا أوكي أنا أول سفرة في حياتي عملت سفرة شغول بس لو ما أخذت الساب هادي مع العلم أنه أنا كنت في بلدي كانت يعني شغلي كان جدا كويس راتبي كان جدا كنت يعني في رفاهية خليني أقول ما كنت يعني ولا محتاجة فروث ولا أي شيء خروجي من بلدي كان خطوة منشان أطلع من الكمفورت زون وصلت اللي مونوتوني أه كنت جدا جدا مرتاحة يعني حتى ماديا صراحة ما كنت يعني اللي هو مش مرتاحة أو شيء الحمد الله كانت أموري تمام فلما طلعت لو ما طلعت وأخذت الخطوة هذي أنا ما حاكون هنا الآن أنا الآن في بوزيشن جدا جميلة طبعا في بوزيشن جدا حلو ما كنت أتوقع في حياتي إنه أنا أكون أريا أوبريشن مانجر ولا أريا فتنس مانجر ولا أريا بيزنس مانجر في واحدة من أكبر شركات في الشرق الأوسط ما كنت أتوقع نفسي إنه أنا يعني أوصل لكل ستابس هذي ولا يكون عندي أمورتونيتي إنه أسافر البلدان اللي أنا سافرتها ولا لسه إن شاء الله حسافرها فبالعاكس يعني ممكن الخطوة اللي أنت أول خطوة تخافي منها مشان تخطيها هي تكون أكبر خطوة لتغير جذري في حياتك وتكون تغيير الأحسن ليش الأسواق كم شكراً أماني اللي انت شرفتيني اليوم وديتيني من وقتك فبالعاكس صفر الاقتصادي مع شايماء وأنا فخورة إن أنا عرفتك وتقابلت معاكي أنت واحدة من أصحاب الصفر وأحلى أصدقاء وأصحاب بتعملهم في حياتك وبتقابلهم وقت الصفر يعني مش هتقدر تلاقيهم في الزون بتاعتك الـ comfort zone اطلع براك comfort zone عشان تلاقي أصحاب حلوين زي دول بنتكلم بنعرف أفكار بعض بنتعلم من تجارب بعض شكراً جداً لك النهاردة لوقتك بالعكس والله عشان أساعد الشباب اللي زينا واللي أصغر مننا واللي حتى أكبر مننا وخايف ياخد الخطوة اتجرقوا 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 لا تترددوا والله بالعكس والله شيء أنا كمان مرحلنا برشا إنو أنا كنت معك اليوم في البوردكاست وإن شاء الله دايماً أشوفك كمان لأنو أنا عارفة أنه في كثير 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 شباب وكثير ناس عندهم ممكن أكثر حتى أكثر مننا احنا فإن شاء الله وان داي بالجد إنو نسمعهم ونشوف كمان ونتعلم من الإكس بيريينس طباحهم أنا فكرة فكرة البودكاست جات لي إن كيف شباب كتير جداً بيعود يسألون انتي إزاي بتتفي وبقيت فول تايم تراولر وكلام ده فأنتم استضيف بقى الناس اللي أنا بقابلهم في السفر عشان يتطمنوا فأنت واحدة من الناس اللي أنا قابلتهم في السفر واخدكي مثال وقدوة ليهم يبطدوا بيكي ويتعلموا منك فكان يعني وقت جميل جداً إن احنا قضيناه معيكي النهاردر شكراً لك شكراً لك شكراً شكراً ودي كانت حلقتنا مع أماني البطرة اللي بدأت تسافر من سنة صغيرة وخدت القرار واعتمد على نفسها وما رجعتش في كلامها وثبتت خطواتها وحققت نفسها لو عندكو أي أسئلة اكتبوا لي بالكومنتات واقولولي إيه الحلقات الجاية تحب أتكلم عن إيه عن حلقة من حلقات بودكاست أسراء السفر الاقتصادي فاكتبوا لي في الكومنتات ولو حبيتوا الحلقة أو عندك أي تعليق اكتبوا ليه متنسوش تابعوني عن إنستجرام دايما بنزل لكم أسرار السفر الاقتصاد فدايما تابعوني وأشوفكم في حلقة جديدة باي باي